كلنا عارفين فواد البلح انهاردة هوريكي زي ممكن تعملي بسكود من رم الخالص بالبلح ارفع واصل ابيض في بولة العجن هنحط واحد كوب الزبدة برجة حاجة بغرفة هنضيف عليها نص كوب سكر فانيليا ونخلطهم مع بعض لغاية بكويم كريمي هنزود بيدا ونخلط مرة تانية هنضيف ليدا اربع كوبيات من دي معلاء نص كبيرة من بيكينج بودر رشة ملح هنزود عليهم نص كوب من لبن ونخلط لغاية الاجينة تتجنس هنشيل اجينة في التلاجة لمدة على اقل ساعة في نفس الوقت هنمل الحشو في بولة فيها كوبيتين من بلح بدون بيزر هنزود ربع كوب من أصل أبيض معلاء زغيرة من قرفة وربع كوب من مربط المشمش هنساخن مكونات الحشو في مايكرويك هنضيف المكونات في الكابة ونضربهم لغاية مكوين كريمي هنرش دي على بلانشا هنجيب اجينة من التلاجة وحنفرد الاجينة لسمك تعريبا اربعة او خمسة ميلي هنبلل ايدينا ونحط حبة من الحشو نشكله بشكل ده هنحط الحشو على الاجينة وحنلفها زي رول بعد كده هنساعد العجينة هنلفها مرة كمان هنبتدي نشكل البسكوت بعد ما رسينا البسكوت الاسانية هندهنه بالسفار البيض هندح البسكوت في الفورت متساخن درجة خلال 180 لمدة من خمسة وعشرين ديئة بسكوت شكله جميل جدا واعكيد هتمتسته من تعمه كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفة دوت كوم